مرحبا مرحبا كنعا اليوم مرحبا تقريبا اليوم سنة تن إندوسريال بروسس بروسسس بيج 87 اوكي إندوسريال بروسسس عمليات إندوسريال صناعية من إندوسري عمليات صناعية عمليات صناعية نحن أتحدث هذه الأسئلة عن الماضيات التي تحتوي على كاربون كوكATHAN يحتوي على الكربون كو طبعا ووالفحم طبيعي العادة أيضا يحتوي على الكربون الألماس هو أصلي كربون ولكن تعرضه لحرارة وضغط عاليين فأصبح ألماس تشاركول هو الفحم النباتي طبعا أيضا يحتوي على كربون إذن جميع هذه المركبات أو المواد تحتوي على كربون طيب إذا في عنا صياغ كيميائية فورمولا يعني صياغ The first one is limestone Limestone هو حجر الجير أو الكلس طبعا حجر الجير أو الكلس هو C-R-C-O-3 إذن هو B طيب Silica Silica SiO2 هل هو C Iron Oxide Oxide هو أول أكسيد أو أكسيد Iron الحديد أكسيد الحديد طبعا Fe2O3 هل هي A طيب Complete the table with the missing verbs and adjectives Verbs أفعال adjectives صفات طيب لو كان الفعل عندنا melt يذوب فالصفة بتكون منه molten molten يعني مذاب تمتذب فهو مذاب number two لما بيكون في عنا الادجكتب هي freezing or frozen متجمد أو متجمد فالفعل هو freeze boil ugly فالصفة هي boiling مغلي أو boiled مغلي غالي أو مغلي لما بيكون الصفة عندنا solid صلب فالفعل يصلب أو يقسي الشيء هي solidify solidify طيب complete the description with the verbs in the word box write them in the present passive form إذن هذه الأفعال رح نكتبها بصيغة الحاضر البسيط ولكن المبني للمجهول يعني أنا برح أحتاج إيش لفعل كون مع الفرب 3 من هذه الأفعال لفعل نيكول يسمى produce ينتج remove يزيل mix يمزج force يجبر extract يستخلص heat يسخين put يوضع طيب the extraction of iron from iron ore in the blast furnace extraction هي استخلاص the iron الحديد from iron ore ore هي خام من خام الحديد إذن استخلاص الحديد من خام الحديد in the blast furnace في فرن الصهر this is blast furnace طبعاً تأخذينه في الكيمية هذا الشيء iron is extracted إذن الحديد يتم استخلاصه is extracted يتم استخلاصه from its ore من خامه in a blast furnace في فرن الصهر the inside of the blast furnace إذن داخل الفرن الصهر is lined with bricks يكون lined يعني مرصوف with bricks بأحجار الطوب يعني ببلوكات أحجار so that very high temperature can be maintained حيث أن الحرارة العالية high temperature can be maintained يتم المحافظة عليها طبعاً بحب يوضع هون قرميد يعني مشان حفظ الحرارة iron ore خام الحديد is mixed يتم إيش مسجه with coke and limestone مع فحم الكوك وحجر الكلز أو مع الكلز the mixture المزيج is put into the top put يوضع إذن يوضع هذا المزيج into the top في أعلى فرن الصهر air is heated الهواء يتم تسخينه in stoves في مواقد until it is extremely hot حتى يصبح حاراً بشكل كبير extremely يعني بشكل كبير جداً then it is forced under high pressure into the blast furnace ثم يتم دفعه أو إجباره على الدخول يعني يتم دفعه under high pressure تحت الضغط العالي high pressure into the blast furnace في فرن الصهر يدخل إلى فرن الصهر where it reacts with the coke حيث أنه يتفاعل مع الفحم الكوك iron ore وخام الحديد and limestone والكلز carbon monoxide is produced يتم إنتاجه during the reaction خلال هذا التفاعل which helps to heat the furnace والذي أيضاً بدوره يساعد على تسخين الفرن molten iron الحديد المذاب is removed يتم إزالته from the bottom of the furnace من أسفل فرن الصهر من هنا through a tab من خلال صنبور منفذ أو صنبور another tab وصنبور آخر يعني حنفية ثانية أو مخرج أو منفذ آخر removes the waste which is called slag والتي تسمى هذه المواد الباقية من الحديد تسمى slag اللي هي الخبث خبث الحديد طبعاً في الأسفل في عنا هذه العملية التي تتم C plus O2 ينتج عنا CO2 CO2 plus C نضم مع الكيلز أو مع الكربون بصير عنا 2CO أخيراً الحديد اللي هو Fe2O3 plus 3CO فبيعطينا الحديد وبيعطينا بعدين 3CO2 واللي هو الخبث إذن هذا بالنسبة للدرس وعند كلنا طبعاً فكرة عنه ولكن اليوم هم نخطف اللغة الإنجليزية طبعاً ننتقل للي بعد الصفحة للي بعد يا طلاب ما فيها كتير أشياء مهمية أشياء بسيطة رحة عن رجالها فقط في عنا هون بعض المصطلحات اللي لازم نعرفها explain the following terms هذه المصطلحات anode طبعاً تعرفوا أنت الانود والقطب الموجب cathode القطب السالب electrolyte بمعنى المنحل بالكهرباء المادة اللي تكون منحلة بالكهرباء ما نسميه electrolyte electrolysis electrolysis هي عملية التحليل الكهربائي طبعاً to list the main component of air إذن ضع مكونات الهواء اكتب مكونات الهواء على هذا المخطط then complete the pie chart with the approximate percentage بعدين رح نوضع النسب النسب المئوية طبعاً الهواء الهواء التي تكون من 78% of nitrogen إذن من nitrogen تقريباً من نسلة 78% 21% oxygen وبعدين نفعلنا 1% other gases غازات أخرى هي وقت شكل 1% طبعاً في الأسفل طيب c هذا نشوفه rewrite these sentences in the passive form اكتب هذه الجمل بالمبنية للمجهون the surgeon is performing is performing مع الجملة في الحاضر المستمر present continuous present continuous الإضافة هنا هي رح تكون إيش being the operation as we speak إذن الجراح يجري العملية كما تحدثنا فبدأ تصير the operation هو المفعول به is بعدين الإضافة هي being بعدين تصريف الثالث من perform perform the operation is being performed as we speak إذن العملية تم إنجازها كما تحدثنا في هذه الحالة هل يجب أن أضيف للشخص الذي قام بالفعل؟ طبعاً لا داعي له لأن لما نقول أن العملية يتم إجراؤها من اللي بيقوم بالإجراء العملية؟ بياع البطاطا؟ لا بيقوم فيها الجراح أوكي فما في داعي يذكر أن الجراح من قبل الجراح the mechanic is repairing my car at the moment الميكانيكي يصلح سيارتي في هذه الحالة فما يقول my car is being repaired تصل في the moment في داعي يقول by the mechanic أنه سيارتي تتم إصلاح من قبل الميكانيكي؟ لا لأنه معروف أنه اللي بيصلح السيارة هو الميكانيكي فهنا لا داعي ليذكر الشخص الذي قام بالفعل في الأسفل لا يوجد شيء طيب في الصفحة هذه أيضا في عنا فقط هنا بعض الأشياء في نهاية الصفحة 89 listen to the group of words which words in each group has a different vowel sound from the other في عنا في كل مجموعات كلمة الحرف الصوت فيها يكون مختلف فحاول أنه نوجدها طيب أنا رح أول شيء لاحظوا الجملة الأولى then food blue do good طبعا الغريبة هي good لأنه ال-u فيها قصير بينما food blue do good good ما نقول good خطأ طيب cough off one on لاحظوا طبعا الغريبة هي one و الصوت فيها و و ليس o k o off o on o one و طيب live breathe mean see طبعا live i li li live i بينما breathe i me i see i okey طيب heard heard hear her okey فheer لأنه حرف الصوت فيها i بينما بلاغية هو her 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 here okey طيب part hard hurt half a a a er okey فالغريبة هي hurt طيب خلينا انتقل الكتاب الثاني في بعض الأشياء اشرح لكم إياها لاحظوا في الكتاب الثاني في عندنا كان الصفحة خمسين صفحة خمسين خصوصا هذا التمنين في الأعلى هذا التمنين مهم يتعلق في مرض المالاريا فهذا التمنين بتحوله تحلوه رح شرحكم أنا معاني الكلمات طبعا نحتاج لكلمات مرت معانا في نص المالاريا أولا amount of drugs or drug or medicine كمية الدواء أو العقاقير that should be taken التي يجب أن تعطى تمام ما ش منسميها number two working well and having the intended result إذا يعمل بشكل فعال ويحقق النتائج المرجوة إيش منسمي هذه الشيء إذا ما بيحقق النتائج المرجوة ماذا نسميه problems that cause a delay إذا المشاكل التي تسبب تأخيرا في الشفاء طبعا يعني الانتكاسات remove something forever أن نزيل شيئاني للأبد يعني أن نقصيه causing someone to die يسبب الموت لشخص ما المادة التي تسبب الموت ماذا نسميها أو الشيء الذي يسبب الموت chemical for killing insects مواد كيميائية لقات الحشرات ماذا نسميها stop processing developing يوقف إجراء عملية أو تطور عملية ما يعني معنا يكبتها أو يوقفها في الأسفل هذا اللي بيحب يحلوا هذا عبارة عن ملخص لدرس الملاريا فمثلا malaria caused by ما الذي يسبب مرض الملاريا فمقول هي proto zones transmitted by تنتقل عن طريق the bite of mosquitoes لصعات البعوض يعني منذ العام 1950 تم إقصائه من أوروبا إلى آخره ما زال يشكل مشكلة في أفريقيا يعني وهكذا في عدد هون الوفيات أنواع الملاريا العقاطير التي تستخدم وما إلى آخره عبارة عن ملخص الصفحة اللي بعدها هذه فقط نقرأها قراءة هو عن توزع على ما أظن نعم توزع مرض الملاريا أيضا نفس الشيء ما فيه شيء جديد نقرأ قراءة فقط هذه الصفحة طبعا مطلوب من الحل الصفحة هذه مشروح لكم ما مطلوب فيها في أن هذه الكلمات تمام pure metallic pure معناها نقي metallic معها فلزة أو حديدة طبعا سينتفق علمي frequent متكرر reliable يمكن الاعتماد عليه perfect مثالي resistant مقاوم effective فعال possible ممكن protected محمي accurate دقيق renewable متجدد هذه الكلمات لما بدنا نحنا نذكر عكوس هذه الكلمات فممكن نحنا نضيف لها منسميها prefixes اللي هي باديئات تمام فنحنا بدنا نشوف الكلمات التي يمكن أن نضيف لها م لكي تصبح عكس فمثلا لاحظوا كلمة possible عكسها إيش بدي يكون impossible 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 non possible طبعا impossible فكلمة possible رح نكتبها بهذا الحقل بعدين الكلمات التي رح نكتبها هون رح نستخدم جزء من هذه الكلمات في هذه الفراغات حتى نكمل الجمل في الأسفل بدي كلمات مشتقة من كلمة electric وكلمات مشتقة من كلمة pure electric كهربائي فممكن نقول electricity الكهرباء to electrocute الإعدام بالكهرباء ممكن نقول أن الكهرباء يكهرب إلى آخر pure نقي impure غير نقي to purify يطهر أو ينقي وهكذا نحاول نذكر اشتقاقات لهذه الكلمات هذا درسنا لهذا اليوم see you next time